سلام عليكم اخباركم ايه ان شاء الله يربي تكونوا بخير هنعمل النهاردة الوردة الجميلة دي هي بالعربي اسمها وردة زنبق الوادي وبالانجليزي اسمها Lily of the Valley فشايفين جمالها مش عارفة ليه انا اول ما شفتها حسيت انها تنفع بوكي للعروسة تنفع بوكي ورد للعروسة ايه رأيكوه حلوة قوي انا عجباني جدا 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 يلا نشوف ايه الادوات المطلوبة عشان نعمل الوردة دي محتاجين خيط ابيض انا هستخدم ماركت اليز كوتون جولد بلاس وخيط خين شوية وحستخدم معي ابرة نمرة ثلاثة خمسة وسبعين هستخدم خيط اخضر عشان الفرع الورقة دي ومقص طبعا وابرة تانية عشان الفينيشنج دي والسلك اللي احنا تعودنا ان احنا نستخدمه في الورد السلك هنبتدي نعمل مع بعض الوردة اول حاجة هنعمل تلات سلاسل بسم الله دي عقدة البداية نرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وندخل في اول سلسلة ونعمل سليب ستيتش بنعتبرها دي كأنها الدايرة الاولانية بنرتفع سلسلة وفي نص الدايرة دي وفي نص الدايرة اللي احنا عملناها دي بنعمل ستة سنجل كروشي فبندخل كده هادي اول سنجل كروشي اتنين تلاتة اربعة خلصتش دي اربعة خمسة ستة وبنبتدي نقفل في اول سلسلة خلصنا كده ستة سنجل كروشي في الدايرة الاولانية هنبتدي نقفل في اول سلسلة هنا معنا طبعا مش هنقفل هنا عشان دي السلسلة اللي احنا ارتفعنا عشان نبتدي بها السطر هندخل هنا وهنعمل سليب ستيتش نرتفع سلسلة وهنبتدي نعمل فوق كل سنجل كروشي هنعمل اتنين سنجل كروشي بحيس المجموعة عندي يبقى اتناشر سنجل كروشي هدخل هنا في اول مكان بعد ما ارتفعت سلسلة هعمل اتنين سنجل كروشي واحد اتنين وفي اللي بعديها اتنين وهكذا لغاية لما اخلص السطر هيبقى عندي اتناشر سنجل كروشي خلصت كده اتناشر سنجل كروشي هنبتدي نقفل في اول سلسلة هنا طبعا مش في دي زي ما قلنا دي اللي ارتفعناها فاحنا هندخل هنا ونعمل سليب ستيتش يبقى كده خلصنا رو 2 رو 3 برضو هنطلع نعمل او الصف الثالث هنطلع بسلسلة وهبتدي اعمل اتناشر بالزبط اتناشر قد دول هكررها مرتاني يعني السطر الثالث والسطر الرابع الاتنين هيبقوا اتناشر سنجل كروشي مش هزاود عشان انا عايزيها تاخد شكل الكيرف ده او الانحناء ده يعني فهبتدي هطلع هنا فوق كل سنجل كروشي هعمل سنجل كروشي واحدة بس دي كده واحد في اللي بعدها واحد وهكذا لغاية الاخر هيبقى عندي اتناشر برضو فهعمل كده السطر الثالث والرابع اتناشر سنجل كروشي كده خلصت السطر الثالث شايفين بدأت تقفل ازاي برضو حسيب السلسلة اللي ارتفعنا بيها دي وحدخل في اول سنجل كروشي عملناها وهعمل سليب ستيتش وهادل الشغل كده هقلبوا عن ناحية تانية وهبتدي ارتفع سلسلة وهعمل برضو اتناشر سنجل كروشي يعني سنجل كروشي فوق كل سنجل كروشي ده السطر الرابع هدخل هنا كده وهكذا لغاية اما اخلص السطر الرابع باتناشر سنجل كروشي هقفل برضو في اول سنجل كروشي هنا زي ما اتفقنا هنسيب دي وندخل هنا وهعمل سليب ستيتش طيب كده خلصنا اللي هي التكويرة دي بتاعت الوردة هنبتدي نعمل دول الشكل بتاعت الوردة ده اللي هي زي 6 بطلات كده فيها فهنرتفع 3 سلاسل واحد اتنين تلاتة بندخل في تاني سلسلة من بعد الابرة يعني واحد اتنين تلاتة انا هدخل في التانية وهعمل سنجل كروشي وبعد كده اخد لفة وادخل في التالتة واعملها في دبل كروشي وبعدين هاجي في الغرزة مش اللي انا طلعت منها دي في اللي بعديها هعمل سليب ستيتش وكمان في اللي بعديها سليب ستيتش تاني يعني ارتفعت 3 سلاسل في تاني سلسلة عملت سنجل كروشي في تالت سلسلة عملت هاف دبل كروشي وبعدين افلت هنا باثنين سليب ستيتش في غرزتين متتاليتين وربعات حكرر ده تاني ارتفع تلات سلاسل واحد اتنين ثلاثة وادخل في تاني سلسلة اعمل سنجل كروشي هاف دبل كروشي وبعدين بدخل هنا اعمل سليب ستيتش وفي اللي بعديها سليب ستيتش تانية اعملت كده ورقتين ارتفع تاني تلت سلاسل اعمل سينجل كروشي في تاني سلسلة وهاف دابل كروشي في تالت سلسلة وبعدين اعمل سليب ستيتش هنا وسليب ستيتش في الغرزة اللي بعدها وهكرر كده لغاية لما يبقى عندي ست ورقات خلاص كده وصلنا لاخر بطلة كده هنيجي ندخل هنا نعمل سليب ستيتش وفي اللي بعدها هنا سليب ستيتش تانية وبعدين بعمل سلسلة كده عشان اقفل بها شغلي وبعدين بقطع الخيط وبثبت كده اعطيتني اهي شكل الوردة باجي هنا من من بداية الشغل بتاعي الدايرة اللي انا عملتها دي بسحب الخيوط كلها تبقى فيها هنا اهي وحسحب برضو الخيط التاني ده حدخل كده بالابرة من هنا من هنا واطلحها بين الغرس كده واسحب الخيط التاني ده لغاية لما ينزل تحت كده بقى عندي الخيوط بقت في قعدة الوردة اوكي هنيجي بعد كده هنجيب السلك اللي احنا بنستخدمه ده انا جبت واحد طويل كده فقسمته على تلاتة قسمته انا عندي الاداة دي اللي بتقص السلك دي بتقص السلك فانا باجي انا قسمت ده عشان السلك ده طويل كده فانا قسمته على تلاتة يعني اخدت جده جزء مناسب منه كده وقسمت يعني باجي كده وبقص في القصفة دي كده كده وبقسم تاني باخد نفس الطول وبقسم تاني بس لازم تمسكوه بقديكو عشان ايه السلك ما ينطرش كده بقى عندي اهيق اسلاك بعمل ايه بقى بتني السلك كده على اتنين زي ما احنا شايفين كده وباجي في الوردة من جواها كأنها شكل البنسة كده بدخل من هنا ومن الناحية التانية المقابلة كده وبطلع السلك من وراء كده اهو كده شايفين السلك من جوا بقى شكله ازاي مش باين يعني بس وبتنيه كده بخليه يمسك في قعدة الوردة كده وبحط الخيط ده بينه كده وألف عليه شوية طيب ببتدي اعمل ايه بعد كده الخطوة اللي بعدها بعمل من الوردة دي الاول كمية شايفين انا بعمل تمانية تقريبا ادي كده اتنين اربعة ستة ادي تمانية عندي تمان وردات كده كلهم بركب فيهم السلك زي ما وردتكو كده هركبهم دلوقتي كلهم وارجع لكم دلوقتي انا ركبت الحديد اهو زي ما وردتكو الطريقة في كل الوردات اهو بقوا عاملين بوكية حلوة قوي كده شايفين اسلاكة اهي في كلهم اهو اهو ممكن يبقى عندنا بوكية اهو حلوة اهو لوحده ناخد وردة وردة ونزبط السلك بتاعها كده اوكي ونبتدي نجيب الخيط الاخضر ونلفه على الساق بتاعتها اوكي نعمل ايه انا طبعا الخيط ده بشتغل به على فتلتين عشان يبقى اه تخين شوية يعني ويسرع معايا في الشغل وطبعا بستخدم الصمغ اللي احنا اتعودنا عليه كل مرة ده عشان برضو بيخلي الشغل شكله حلو فهعمل ايه هجيب حتني الخيط كده كده بخلي حتة كده ديل كده وحبتدي ان انا الف من اول اه تحت تحت ضهر الوردة كده على طول هبتدي الف بالخيط وبشد وانا بلف بشد يعني بخلي ايدي جمدة وانا باشتغل شايفين ازاي بتقفل على كل على الخيطين دول وعلى السلك مع بعض فببتدي اقفل كده وبخبي كل الخيوط اللي تحت بس هنبتدي نعمل كده اوكي اهو بسم الله الرحمن الرحيم كده كده زي ما احنا شايفين كده هبتدي برضو احط شوية صامغة كده في الآخر لما قربت اوصل للآخر وانا بلف عشان تلزق كل الخيوط كده مع بعض زي ما احنا شايفين وبعدين باقص كده الخيط كفاية بسيب حتة كده اوكي باقص كده وبعدين ببتدي اعمل عقدة عشان الخيط بتاعي يثبت بالعقدة وبالصمغ مع بعض كده عقدة كده واجبها كده عند نهية الشغل بتاعي كده وبنزلها لغاية تحت اخر حتة في الساق كده تحت خالص اوكي يبقى كده خلصنا اول وردة بسيب الخيوط دي لان بتمفعني برضو بتتقل في الساق بعد كده لما بنوصل الوردات كلهم مع بعض بتدي سومك هنا طيب كده خلصت اول واحدة هبتدي اعمل كل دول زيها وارجع لكم خلصت كده عملت الساق بتاع كل الوردات فاضل ان انا اركبهم كده مع بعض اوصلهم كلهم عشان يدوني الشكل ده هعمل ايه هاجيب سلك زي اللي احنا قصنا وحطناه هنا اللي هو واحدة من السلك ده او سلك كهرباء على فكرة اللي ما عندوش مش مشكلة باتني على اتنين كده اوكي ببتدي اجيب وردة من الوردات دول وبدخلها بدخل السلك ده عليها كده كده فوقي بشوية ببتدي الف وعليه بقى يعني قبليه بشوية وبعدين فوقي 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 واشد اشد اشد عشان يتثبت فدي بتبقى اول اول وردة وطبعا ايه بفضل اليف كده حيس انها ايه ثبتت مع بعض وبنزل كده بالخيط بعد كده بجيب وردة تانية كده حطاها هنا وهو واحدة تانية لانهما تقريبا بيبقى كل اتنين على على صف يعني هخليني الف التحت شوية كمان هلف كده شوية شايفين كده هلف شوية وهدين هبتدي احط الوردتين دول واحدة كده خلي الخيط هنا وواحدة الناحية التانية وحبتدي ان انا برضو الف عليهم بقى عندي كده التلات وردات هم هيناموا كده بعدين شايفين شايفين كده شكلهم هبتدي برضو بالخيط كده والف التلاتة مع بعض وبردو بالجامد كده وبسبت الخيط على التلات وردات وممكن ااخد شوية من الجلو بسم الله شوية كده عشان يسبت الشغل بتاعي وكمل لف شوية انزل كده اهو وبحاول ان انا اغطي كل الابيض اللي عندي ده عشان ما يبانش طبعا كل الخيط البيضة دي اوكي كده بنزل على مسافة طبعا دي بالنظر يعني مش مش محددة بمقدار يعني بس بنزل كده شوية 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 بعدين هبتدي احط برضو الوردتين التانيين يعني بحط كل وردتين مع بعض بعدين هجيب وردة تانية وخلي كلهم كده في نفس الاتجاه زي ما انتوا شايفين وردة اختهم تانية كده شايفين كده اهو وحبتدي برضو الف تاني كده كلهم مع بعض بتجامد بتجامد عشان كله يسبت مع بعض اهو اكمل وهكذا على كل مسافة معينة بحط وردتين وردتين لغاية لما بخلص الوردات اللي عندي كده شايفين شكلها حلو جدا شكلها كأنها فعلا بوكي عروسة يعني مش عارفة لي انا جات في دماغي شكلها زي بوكي العروسة عشان ابيض يمكن مش عارفة ففكرة حلوة يعني ممكن تتعامل ونشوف شكله في الاخر حيبقى بنفس الطريقة اللي احنا تعلمناها خلصت توصيل البوكي كده يا جماعة شايفين بننزل الراس بتاعتهم كده بتبقى بص على تحت كده بالشكل ده شكلها فضيع ما شاء الله حلوة 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 يا رب تعجبكم نفزوها يا رب وتبعتولي على الفيسبوك لاشغال بتاعتكم شايفين الجمال حلوة قوي 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 اهي دي ولسه مركبتش فيها ورقة الشجر اما دي اللي احنا ركبنا فيها ورقة الشجر اهي شايفين ورقة الشجر طبعا فيها سلك وممكن برضو بيتنا كده على وراء فعندنا آآ باقتين من الورود شايفين كده الجمال دي اللي من غير ورقة شجر طبعا حطيت سمغة هنا في الاخر ودي اللي مع ورقة الشجر اهي ادي دهرها ودي الامر التاني ده ان شاء الله يارب بتكون عجبتكم وهعمل لكم ورقة الشجر دي في فيديو تاني منفصل عشان بس ما طولش عليكم وان شاء الله يارب بتكون الفكرة عجبتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك واشتراك في القناة وسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة